جلبت هواوي تقنيتها القابلة للطي الى عالم الحواسيب المحمولة مع ميتبوك اكس فولد التيميت ديزاين فماذا يقدم لنا هذا الجهاز المبتكر وعلى ستكون نقطة تحول في صناعة الحواسيب المحمولة لنتعرف سويا في هذه المراجعة السلام عليكم ليكيب جاسبر تكونوا بيوم مرحبا بكم في القناة شركة هواوي اطلقت مفاجأة لتقنيتها الجديدة حيث اعلنت عن اول حاسوب محمول عابل للطي يحمل اسم ميتبوك اكس فولد التيميت ديزاين ولا يقتصر تميز هذا الجهاز على قابليته للطي بل يعتبر اول لطوب يحتوي على مجموعة من النزات المتقدمة بعد نجاح هواوي سابقا في تقديم هاتف قابل للطي بتلت شاشات تعود الان بابتكار جديد تتحدى به المنافسين في عالم الحواسيب المحمولة اولا ما يلفت الانتباه في جهاز الشاشة العملاقة عند فتح الجهاز تظهر شاشة بحجم 18 انش بدقة عالية 3.3 كي ونسبة عرض الى ارتفاع 3.4 لدرجة انك تشعر وكأنك تستخدم تلفاز لاحاسوبا وعند طيه يصبح حجمه اقرب الى 13 انش مما يجعله سهل الحمل دون التضحية بحجم الشاشة الكبير تستخدم الشاشة تقنية LTPO من نوع الاوليد مزدوجة الطبقات مع تباين ديناميكي عالي والصوته يصل الى 1600 نتس مما يجعلها ميتالية تحت اشعة الشمس تحت الشاشة توجد طبقة من الياف الكاربون بحيث تزد من مقاومتها للصدمات بتلات مرات الجهاز يأتي بتصميم راقي وخافف الوزن مع هيكل انيق بلمسة نهائية جلية ويتوفر بتلات الوان الاسود الفضي الابيض السماوي والازرق السحابي الوزن لا يتجاوز 1.16 كيلوغرام والسمك عند الفتح لا يتجاوز 7.33 ميلي متر ما يجعله من انحف الحواسب المحمولة على الاطلاق يتميز ايضا حسب بالية الطي المفصلية وهي واحدة من ابرز نقاط التميز هي المفصلة التي تقول هووي بانها الاكبر في الصناعة بقطر ميتين وخمسة وثمانين ميلي متر وتحتوي على محور ثولات المراحل لتحسين تجربة الطي والفتحة المفصل يفتح ويغلق بشكل يشبه قطرة الماء لتقليل الضغط على الشاشة كما تم تحسين عزل دوران بنسبة 400% مما يجعل الحركة سلسة وقوية في نفس الوقت وتتح منفصلة زوايا متعددة من وضعية مسطحة بكامل الى زاوية 150 درجة بثابات تام كما انه تم تزويد الجهاز بنظام تبريد متقدم يشمل مروحتين من الاليمينيوم الماسي وغرفة بخار فائقة النحافة وايضا مقاومة فعالة لجاذبية لتحسين الادا اثناء الاستخدام المكتف بالنسبة للمؤالج والنظام يعمل الجهاز بمعالج خاص من تطوير هواوي لم يتم الكشف الكامل عنه بعد ويشتغل على نظام تشغيل هارموني او اس 5 للحواسيب الذي يوحد تجربة المستخدم بين الهواتف الطابلات واجهزة الكمبيوتر لنظام واحد يدعم الجهاز تقنية الاتصال البيني الذاكي لمشاركة الملفات بسرعة تصل الى 160 ميجا بايت في الثانية والتوصل حتى مع اربعة اجهزة في نفس الوقت كما يوفر الجهاز مجموعة ادوة تحكم ذاكي مبتكر كاللمس الاماءات مثل التمرين الاعلى لمشاهدة الفيديوهات والتمرين الاسفل للتعليقات والسحب باصابع متعددة لتقسيم الشاشة بالاضافة الى النقر بخمسة اصابع للتنقل وبثمان اصابع لفتح لوحة المفاتح الافتراضية كلها ميزات تهدف لتحسين تجربة الاستخدام عن اجهزة ويندوز التقليدية واما داخلية تميز الحاسوب بداكرة عشوائية رام تصل حتى 32 جيجا بايت والتخزين حتى الواحد واثنين تيرا بايت من نوع اس اس دي كما يدعم الاتصال عبر الواي فاي ستة والبلوتوت 5.2 ويحتوي على مستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل للحماية الخصوصية مع وجود كاميرا امامية بطيقة 8 ميجابيكسل وست مقبرة صوت واربعة ميكروفونات البطارية جاءت من الليثيوم بوليمر بساعة 74.69 واط في الساعة تدوم لساعة طويلة من الاستخدام المكتف يبدأ سعر ميتبوك اكس فولد من 3300 دولار لنسخة واحد تيرا بايت اعلم ان السعر مرتفع جدا لكن بالنظر الى الابتكارات في التصميم والمواصفات فهو امر طبيعي جدا ختاما جهاز ميتبوك اكس فولد التيميات ديزاين من هواوي يعد نقلة نوعية في عالم الحواسب المحمولة فهو يجمع بين شاشة مرينة قابلة لطي وادأ قوي وتصميم انيق بالاضافة الى نظام شغل مطورة الهارموني او اس 5 هواوي تثبت مرة اخرى انها قادرة على ابتكار وتقديم تقنيات مبهرة في كل مرة وانتم ما رأيكم في هذا الابتكار الجديد من هواوي شاركونا رأيكم في التعليقات وفي الاخير اذا ما ركش مشترك في القناة ندعوك بالاشتراك وتفعيل زر الجرس لتصلك اخبار تقنية ولايك للفيديو لدعمنا شكرا دمتم في امان الله نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة